موسيقى السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بدارس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح نشرح لكم أصوات الديف ثونكس أصوات الديف ثونكس هي من الأصوات التي يعني ما تعتبر صوت شلون يعني ما تعتبر صوت لأن هي عبارة عن دمج صوتين مع بعض راح ينتج لصوت جديد هاي شون نوضح الكهام هس شوي راح تفهم نحن من أصوات الديف ثونك هي طبعا إحنا هسا قاعد نحك عن أصوات العلة يعني ما ننسى ده نقسم هل مجامية حاشينا كلها عن أصوات العلة زين أخذنا بالبداية شورت قصيرة بعدين شأخذنا خذنا لونك يعني طويلة وأساش راح ناخذ راح ناخذ الديف ثونكس طبعا كلمة دف ثونك يعني معناها صوتين ثوية اندمجا وصار عندي صوت جديد يعني هن هن هم أصوات جديدة بس هن ما قال هن من شأ يعني يعني شون راح أصيغها لك شون راح أفهمك يلا تعالوا لي خذينا نقل لك شونه شوف هساني عندي هذا الصوت هذا أي صوت هذا صوت الإي هذا صوت إلى كيان إلى إلى مكانه وإلى وجود طيب هذا صوت هذن أصوات الدف ثونك هن أصلا عبارة عن صوت زائد صوت صوتين اثنين اندمجا مع بعض وصار عندي صوت جديد هذا هو القصد بالدف ثونك عدد أصوات الدف ثونك هم سبع أصوات سبع أصوات وأصوات الدف ثونك إن شاء الله ما راح نواجه بيهن أي مشكلة لأن سهلات وحتى لنفرص كافي بلاكياب العربي أول صوت عندنا هو صوت 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 عبارة عن دمج هذا الصوت مع هذا الصوت باوعلي أنا ما لك علاقة بالأصوات السابقة اللي راح مات ادهل إحنا راح نبدي هسا مجموعة جديدة لأن أصوات اسمها أصوات دف ثونك عدد هن إشقاد عدد هن سبعة أول صوت فيهن عندنا صوت مثل كلمة نية هي إيا هذا الصوت هذا الصوت هذا صوت الإيا راح نلقى دائما بالكتاب وبالرسم الصوتي إيه هذا الصوت إيه هذا هذا راح نلقى بالكتابة على شكل إي إي آي آر هيش مثل كلمة نية إيا هي طبعا مو قاعدة بس غالبا لازم تعرف لأن هذا الصوت موجود في هذه الكلمات وتحفظ للرسم الصوتي مالت ضروري جدا أستاذة شو نحفظه من خلال كتابة نية إيا نية هي إيا 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 طيب الصوت أربع طعش لا تنسى تحفظ لإيا ما فهمت نحفظه شوية شوية بالتكرار راح نضبطه مراك أربع طعش أربع طعش أوا أوا بوا دوا شو أوا 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 طيب خمص طعش هو عبارة عن آيا شوف لهذا إيا هذا بكسرة إيا أما هذا بآيا يعني هنا فتحه هنا الهمزة الصير فوق ها بني عربي يعني هنا أقول آيا آيا هنا أقول إيا إيا كسرة مثلي هنا آيا و ذ و ذ ب ب ب أ أ الأر ما يلف أستاذ حسان شلون راح أضبط حل لك الوحيد تحفظ أمثل عليه وشوية شوية راح يجيك بالامتحانات تضبط طبعا هذا الصوت شوف الأمثل العلي ذن ثلاثة أريدك تحفظ ليا هين ويا ذيا بيا ايا 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 هذا ايا و أربع تلتعش ايا طيب نجعل السلتعش السلتعش اي اي نيم ليت فيل اكتب لي ملاحظة على الصوت رقم سلتعش الصوت رقم سلتعش راح نلقى دائما على شكل اي وفي نهاية الكلمة اي او نلقى على شكل اي اي ه يعني شوف كلمة نيم اي شوف ليت فيل شوف يعني مثلا شوف لي اعطيك مثال مثل فيت شوف لن راح اصوير رسم صوت هذه الكلمة اكتب الاف بعدين اكتب صوت الا بعدين اكتب التي تهرح استاذ ولا اي ليش ما كتبت ها لذلك ما نكتب فيت فيت شوف او مرات نلقاه على شكل اي 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 مثل فايل ها يأكو كلمات نايم ليت فيل شوف هذا ستعش لا تنسه تعيد تعيد سبعتعش اي سبعتعش هذا صوت السبعتعش يجيني بحالتين يأما يجيني على شكل حرف اي وفي نهاية الكلمة اي او يجيني على شكل حرف الواي في نهاية الكلمة سايد كراي ماي شوف صوت الاي شلون يكتب حرف اي هذا هي اي وبعدين يما اي صير اي شوف مثل كلمة ناي شوف كتبنا الان اتعنا قوس كتبنا الان هذا صوت الاي هي كتبت اي ناي ناي وهنا اكو اس كتبت اس ناي شوف شوف اشلون صار بالرسم الصوت صوتي مثل كلمة صايد شوف صايد اشلون نسويها بالرسم الصوتي صايد صايد شوف لن راح اصويها راح كتب الاس بعدين اكو اي طويل بعدين اكو د وسديت القوس صايد استاذ ليش ما كتبت الاي الاي ما ينكتب ما يلفظ اي ما يلفظ اي مثل صايد نطيكم كلمة مثلا رايس يسوي ليها انتم بالتعليقات يرا كراي شوف كلمة كراي شوف الكلمة كراي شوف صار برسم صوتي هيت فتدير بالك ركز طيب هذا صوت السبات عشر هس نروح على اي صوت نروح على ثمن عشر صوت الثمن عشر اي هذا صوت الثمن عشر انا اسمي ابو النسوان ليش ابو النسوان لان هو ما ينفض لنا غير النسوان اي عيني مو اي 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 سوى هذا الشي يعني ولو انا ما حبيش استعمل طرق بس علامون تذكرون يعني قاعد اضغط على روحي وسوى هذا الشي علامون تفهمون اي انا اسمي هذا بنسوان لان بس النسوان يقول اي اي عيني مو اي 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 شوف اي هذا شلون ينكتب ينكتب على شكل هيت سي بالعكس ويم دائما راح نلقاه هذا الصوت اي صوت اي او النسوان راح نلقاه على شكل اي او نلقاه على شكل اي هيت هاي الطريقتين مثل باي باي كوين شوف شوف هذين شون صار بالرسم الصوتي يباوعلي تبهلي شوف 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 باي شوف كلمة باي شوف كتبنا حرف بي بعدين هذا اي بالرسم الصوتي صارت هيتش باي هيتش باي باي بذل عندي بويس شوف كلمة بويس خلينا اكتب لك هواين بويس كلمة بويس شوف اللي ان سويتها بالرسم الصوتي شوف بالبداية فتحت قوس بعدين كتبت في بعدين شكتبت اي حرف اي هين حرف صوت اي هاذا هين اللي هو السي بالعكس ويما اي و وبعدين بالاخير اكو اس كتبت voice استاذ هادا موسي وقلنا احنا شنلف نكتب لفظ ناسي كتب ناس لفظ ناسي كتب ناسي لذلك قلنا voice شوف شوف شلان صار اي اذا هذا صوت الاوي او النسوان وقاعدنا صوتين هذان الصوتين سهلات كلش وراح هنطيكم عليهم ملاحظة لا تنسون تسعة انا اسمي او حلق الزغير وعشرين انا اسمي ابو حلق الشبير شون يعني ابو حلق الزغير وابو حلق الشبير ما احترام الا بس هذا سيزعل من عندي عبادة غلط على ترى ما قلل لك لا يعني قاعد اسميك يعني ذ을 ابو حلق الكبير ابو حلق الزغير شون времени ابو حلق الزغير يعني معناها شفايف الحلق يصير به صغير لما تنطقها. شوف. هوم هوم. شوف الحلقة اشان صغير. هوم هوم هوم. شوف هنا. موست موست جو او او. هوم موست جو هوم موست جو او او او. زين. عشرين او بحلقة شبيعة شوف. كاو او او كاو. شفايفا اشترق كيفتحها شقد ما تقدر. بحلقة شبيرة نسمي. هاو او او او. كاو. هاوس او او. او او. او او. ما ننسى. شوف مثلا عندي كلمة كاو. شو نسميها رسم صوتي. انا مكتوبة عندي كلمة كاو. هيتش. مو. شو نسميها رسم صوتي انا. اكتب حرف الكي. يابا ليش كتبت كي مو هذا لفظ كي. بعدين اش كتبت صوت الاو. عيندي جدook من ، صار هل يحدث كون صور Business هذا يعني بالقريب ما لديدي هدا حرف الكي المو لكن بعد Psalm س chegam ليش؟ شنو السبب؟ لأن سي لفظناه كه فكتبناه كه زين وهدولا دولا الصوتين اثنيناتهم لفظتهم out كلابتهم cow استاذ انا بالانتحان ما عندي هاي القدرة انه مثلك اقدر اعبر كلامك صح بس شنوه شوية شوية رح تقوم بتقدر زين cow house شوفوا هنا out هاي اكو اس كتبنا او اس والاي بالاخير ما يلفظ ما كتبناه مثل هاي كلمة out شوف او اووت هاي ايه لهنا هذا هو كل ما موجود بالنسبة للاصوات هذين تقرؤوا لي اياهن وان شاء الله بالمحاضرة الجاية رح نضبط هين اكثر واكثر من خلال التدريبات شوفكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة